عبوة ناسفة تقطف حياة نجلة عراب روسيا الجديدة قضت داريا دوغين ابنة التسعة والعشرين ربيعا اثناء عدتها الى منزلها في ضواحي العاصمة موسكو في حادثة غير مألوفة على الاراضي الروسية السلطات اكدت ان ما وقع جريمة مضبرة ومخطط لها باستخدام قنبلة زرعت اسفل السيارة ونقلت وسائل الاعلام عن شهود ان السيارة مملوكة لوالدها الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته وانه قرر في اللحظة الاخيرة استقلال اخرى ويرى مراقبون روس ان المفكر الروسي الشهير الاكزاندر دوغين وليست ابنته كان على الارجح الهدف المقصود في الهجوم ملوحين بأصابع الاتهام الى الاستخبارات الاوكرانية لم تحدد السلطات هوية اي مشتبه فيه بيد ان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية القى باللوم على من وصفهم بالارهابيين الاوكرانيين وذهبت ايضا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الى رواية التورط الاوكراني واشارت الى ان حقائق ومعطايات كافية تراكمت وكلها ترجح هذه الفرضية وقالت انه اذا ثبتت البصمات الاوكرانية في حادثة القتل فسوف يكون الحديث عندئذ عن سياسة ارهاب الدولة ومشاركة هيكلها وقيادتها في الجرائم وهذه الترجيحات لقيت رفضا قويا من الجانب الاوكراني الفتاة اعلامية وناشطة سياسية ضمن الحركة الدولية الاوراسية التي يرأسها والدها ودعمت العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا وادرجتها الولايات المتحدة وبريطانيا على قائمة العقوبات بتهمة ممارسة التضليل على الانترنت حول الحرب في اوكرانيا اما والدها فهو على صلة وثيقة مع الكريملين واحد ابرز مؤيد ايدولوجية العالم الروسي والدعم القوي للعمليات الروسية على الاراضي الاوكرانية الحرب في اوكرانيا انطلقت بقوات برية ثم نعاطفت عطافات تكتيكية اخرى معتمدة على الصواريخ والمسيرات والمدفعية فهل دخلت منعاطفا جديدا يكون التكتيك الابرز فيه الاغتيالات؟ ترجمة نانسي قنقر